متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة في كورس تعلم كنفا للمبتدئين وحاجة من الحاجات المهمة جدا اللي لازم تبقى انت عارف ازاي تتعامل معها وهي الدكس او الدك اللي هي المستندات تعالوا كده نشوف الدك داخل كنفا هيكون عامل ازاي لو انا رح تدست على دك بالمنظر ده كده كان فيه حد قبل كده سألني قال لي ممكن اشتغل بالعرض ممكن هو بيديك ابعاد معينة انا مش شايفة ان انت ممكن تخلي الورقة بالعرض هنا يعني الموضوع ده انت ممكن تعمله في الورد ولكن حنشوف لما بتيجي تنزله في يعني ابعاد مختلفة وكل حاجة لايه يعني حبتدي هنا اخش على الدك ومن الدك بتعامل كأني بتعامل مع الورد بالضبط حبتدي اكتب عادي جدا كتابة عادية جدا عادي جدا يعني مفيش اي مشكلة كأنه بالضبط كده مستند وورد انت شغال على بيجي في صفحة فيه ده هنا تصنيفه هيدنج وهنا عندك اتش وان و اتش تو بيكون حجم قليل شوي وممكن تقف عليه بالمنظر ده كده لو دست على التكست ممكن تبتدي ان انت تروح للفونت او تكست ستايل تخليه بادي فتخلي الكتابة مش هيدنج فانت ممكن تتحكم في ان انت تخليه هيدنج او صب هيدنج او تخليه يعني كأنك بتكتب جوه بارا جراف عادي جدا بهذه الطريقة ده بالنسبة ليه التكست ستايل تكست ستايل يعني شكل التكست هيكون عبارة عن ايه او نوعه ايه بالنسبة للفونت انت بتروح للفونت هنا لو انت عايز تكتب بالعربي بتبتدي تروح هنا تكتب عربي اول ما هتكتب عربي حيبتدي يجيب لك تحت كل الفونت اللي بالعربي اللي موجودة فيه الفري بلان لان في البعض في البيت بلان فانت مش هتعرف تستخدمه واحنا هنا بنركز على الخطة المجانية زي ما وعدتكم من بداية الكورس لو هنكتب هنا بالعربي اين تذهب هذا المساء مثلا لو انا علمت على اين تذهب هذا المساء وروحت دست على الفونت وروحت للفونت هنا اخترت هذا النوع هيبقى ده الفونت طيب شكله بهذا المنظر تقدر طبعا تخلي بلد تقدر انك انت تكبر تصغر مفيش اي مشكلة خلص عايز تقف عليه وتحوله الهيدنج 1 تقدر تحوله الهيدنج 1 هيدنج 2 برحتك تماما ده بالنسبة للعربي فدلوقتي ما فيش مشكلة اطلاقا في الكتابة بالعربي داخل كنفا بالعكس انت هتلاقي كمان فونت مختلفة او خطوط مختلفة تقدر انك انت تستخدمها يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان احنا ممكن نختار التكست ستايل بتاعنا سواء كان H1 او H2 او باضي اللي هو تكتب بيه البراجراف عادي جدا النص بشكل عادي وممكن ان انت كمان تروح تكتب بالعربي وتختار الفونت هنيجي بقى للحاجات والامكانيات اللي انت ممكن تعملها هروح كده اعلم على الكلام ده كله واشيلوا لو وقفت هنا ورحت دست على MagicRite في الماجيك رايت ليك حوالي 45 كرادتس فور فري يساعدوك في الكتابة بالذكاء الاصطناعي يبقى فيه هنا ادام من ادوات الذكاء الاصطناعي بتساعدك في كتابة طبك مقالة بلوج موضوع معين انت عايز فيه شوية معلومات زيادة فهنا حبتدي اكتب بنفس الطريقة use 5 or more words اكتب خمس او اكتر من خمس كلمات عشان توصف انت عايز تكتب ايه هنا هقوله 5 AI applications used in health care industry وحبتدي اقول له generate او ادوس control enter من على الكيبورد بيقول لي this topic may not be intended for MagicRite try another topic اختاري topic تاني هاختار in education ها يديني in education ها يمكن health care مجال طبي شوية متخصص هنا ها يبتدي يديني بالنسبة لي ال education وحبتدي ان انا اقول له insert فاذا برضو اتعلمنا حاجة ان مش كل topic هنكتبه ها يديني ايجابته في بعض الاجوبة لان الحاجات دي بتبقى already موجودة داخل او الموضل ده يعني already هم مدربين ال AI عليه او الماجيك رايت عليه هتلاقي حاجات موجودة وحاجات تانية مش موجودة هنا اعطاني الخمس تطبيقات اللي ممكن تستخدم في مجال التعليم بالذكاء الاصطناعي زي ما احنا شايفين ادي الكتابة ممكن طبعا تقف بقى وتعمل اي edit عليهم زي بالضبط ما بتشتغل داخل ال word هنا ممكن تدخليهم listed ممكن تدخليهم police بالمنظر ده وممكن مثلا نيجي هنا نخلي في space line spacing letter spacing ما فضلش خلينا line spacing بالمنظر ده الكتابة هي واضحة وبينة وكويسة جدا مفيش فيها اي مشكلة ابتدي بس اقوف هنا وادوس enter كده وانزل تحت ابتدي بس البزء ده كده اشيل وابتدي هنا اروح ادوس على plus وابتدي اشوف حاجة تانية من الامكانيات الموجودة عندي عندي design نفترض ان انا عايزة اعمل كده يعني ايه صورة او عايزة اعمل بانر احطه فوق هيبتدي ان اني على التصميم شوية كده قوالب جاهزة ممكن انا استخدمها هروح هنا ليه وفي التمبلتز يعني فيه كده يعني على حسب تصنيفات او انت عايز تختار انا مثلا هختار حاجة زي كده ده اللي style بتاح الالوان اللي موجود فيها على فكرة تقدر تعمل edit على التمبلتز نفسه من ناحية الانيميشن والبوزيشن والكلام ده كله انا هنا هبتدي اقول AI هقول AI in education وحبتدي اقول save هبتدي البانر ينزل بالمنظر ده كده في بداية الدك بالشكل ده طبعا الحاجات دي بتفرق بتخلي الشكل مختلف تماما عن شكل الدك العادي او المستند العادي هنزل مثلا تحت هنا وابتدي اروح اقول له لو انا مثلا عايزة اكتب heading تاني هبتدي ادوس heading بكتب الباضي sub heading لو انا عايزة اعمل table هبتدي هنا احدد انا عايزة اعمل table من قد ايه واحدد table اللي انا عايزة مثلا انا هبتدي اختار table زي ده كده هبتدي اعمل لي table وابتدي اكتب جوه كل cell او كل خلية عادي جدا 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 ولو دست على التلات نقاط دول بقدر ان انا اعمل edit على ال table نفسه او على الجدول نفسه انا مثلا اعف هنا وابتدي ان انا اعمل expand لل full width اقدر اعمل expand لل full width نخد العرض بتاع ال dock بتاعي او المستند بتاعي plus تاني ونجرب نشوف حاجة تانية في حاجة اسمها divider بيفصل لي كده ما بين الحتة اللي فوق والحتة اللي تحت ده عبارة عن فاصل في ايضا حاجة اسمها break بين اني على بيجي تاني وفي عندي كمان الجزء الخاص بالchecklist تقدر انت تعمل checklist هنا police هنا numbered list هنا ارقام وهي اردي موجودة فوق هنا عندك list ايضا ولكن هنا طبعا اسهل في عندك columns الاعمدة تقدر تعمل two columns مثلا تعال كده نشوف في two columns three columns عمودين وثلاثة اعمدة واربع اعمدة lift sidebar تعال كده نشوف lift sidebar نعمل حاجة زي كده فlift sidebar تقدر ان انت تيجي تقوم هنا كاتب مثلا first application مثلا تقدر تقف هنا بالمنظر ده كده وتبتدي ان انت layout spacing تتحكم في ال spacing بصوا تخلوا first application في النص انا عايزك تشوف الحتة دي الحتة دي موجودة في ال word بنعرف نتحكم فيها لكن لو انت عايز الجملة تكون موجودة في نص ال cell بالمنظر ده بتقف عليها بتبتدي تروح لي layout spacing وبتدي تحدد ال cell spacing اهو بالمنظر ده كده زي ما احنا شايفين مثلا هتبتدي تكتب برضو اللي انت عايزه مثلا هروح اختار ال personalized learning ممكن الدرس ده بيبان مملل للبعض بس هو يعني مهم للبعض الاخر فليزم ان انا اتكلم عنه بتروح تعلم عليه وبنروح مرة تانية لي layout spacing وابتدي اخلي ال cell spacing اخلي ال اهو الكلام اجي اهو افتحت كده واطلع هيبقى بالمنظر ده فانت بتعمل edit على ال text اللي موجود جوه ال column بتاعك ممكن كمان تروح تقف كده تعمل نفترض مثلا عايزين يبقى العمود في border هيبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده فهيدي شكل حلو لل doc ده نوع من انواع بقى ايه يعني التصبيت وتجميل ال doc يعني تقدر ان انت تتعرف على الحاجات دي بنفسك في plus برضو في الحاجات الموجودة عندك highlight blocks highlight blocks فيه اشكال كده لل highlight blocks warning information لما تكون عايز تقول لحد حاجة مهمة فتروح تعمل block خاص بالinformation وتبتدي تحط المعلومة هنا مثلا اوكي هنا مثلا حبتزي احط اه اه مثلا حاجة زي كده بفكر الناس فبتدي احط المعلومة دي تحت كده فبالتالي انت جيت حطيت ال information اللي انت عايز تلفت نظر الناس لها لأول application انت بتتكلم عنه فيه انواع تانية من highlight blocks عندك warning تحذير success نجاح basic note دي انواع من highlight blocks بتقدر ان انت تستخدمها فيه ايضا لو رحت للplus كل الحاجات دي زي ما انتو شايفين بجربها على canva المجاني ده مش canva المدفوع فيه عندك الcutation الناس اللي بتحط code كده تقول للناس مثلا حاجة مثلا code اللي هي الحكمة او المقولة يعني عندك كمان حاجة اسمها ايه عندك حاجة اسمها mention والمنشن لو انت عايز تشير يعني او تمنشن حد في حتة معينة وحتشير معاه الدك ده بتستخدم المنشن هنا plus ممكن كمان تروح تعمل ايه عندك حاجة اسمها date التاريخ هنا التاريخ بتاع النهاردة التاريخ بتاع تمور وبتاع yesterday فيه ايضا عندك حاجة جميلة جدا وهي drop down والdrop down لو انت عايز تعمل كذا options فبتبتدي ان انت تستخدم drop down list ظهر كده الاختيار ما بين كذا option طبعا انت بتروح على كل option وتعمله edit يعني مثلا هنا نفترض ان مروة هنا اهو احمد اهو اهو علي option ده بتقف علي كده تعمل سارة اي حاجة اوكي بص بقى هنا بقى عندك ايه بقى عندك drop down list بتختار ما بينها جو ال dock نفسه تعال ان بص بقى على حاجة تانية فيه ايه تانية عندنا فيه عندنا الشارت عندي كذا نوع من انواع الشارت عندي buy short عندي bar short عندي line short تعالوا شوفوا buy short اهو اهو طبعا الناس هتقول لي ايه ده وانا هحطه ده لا انت هتروح هنا شايف كده اول ما هتقف عليه تعمل select عليه بيظهر عندك هنا ال data حط حضرتك ال data بتاعتك انت هنا هتحط ال data بتاعتك يعني item 1 مثلا ممكن اسامي فيسبوك item 2 يظهر youtube youtube انا بس عايزة تتخيل يعني youtube هنا instagram مثلا linked in twitter اوكي فهنا ايه اللي هيحصل زي ما انت شايف كده وطبعا هتزبط الارقام كل ما هتزبط هتختلف يعني مثلا بص هنا هخلي ده 20 ده 50 اختلف خالص buy short زي ما احنا شايفين بالمنظر ده تت بتعمل edit عندك على short بتاعك وزي ما قلت لك انت عندك انواع مختلفة من short تقدر ان انت تجربها انا بس تجربت معاك واحد وهو buy short في عندك الimbed الimbed بتحط link بتاعك علشان يتعمله embed هفترض ان انا حط link بتاعي اللي انا عايزه هدوس enter متنساش تدوس enter بس اللي هيحصل بقى انا عايزة اقوريك اللي هيحصل اللي هيحصل ان الفيديو حيبان حيتعمله preview كأنه تعمله embed داخل هننقل على صفحة تانية على طول هبتدي ادوس على plus واروح اعمل ايه اروح اعمل page break او control enter من على كيبورد اوكي انا بس عشان بوريك احنا ازاي بنستخدم الادوات عندي ايه كمان عندي الاموجي الاموجي بقى حط اي اموجي انت عايزه اوكي ما فيهاش حاجة حتة الاموجي دي في عندك الهلب لو انت عايز اي مساعدة ممكن هو يساعدك هيوديك على support دي الحاجات الموجودة بشكل مجاني في حاجات موجودة بشكل مدفوع احنا مش هنتكلم عنها دلوقتي هي موجودة في استرار برنامج انت تقدر انت ترانسليت لأي لغة وانا افترض اللغة العربية مثلا وهنا هاختار professional وعمل translate وهنا انت عندك خمسين مجانية تقدر انت تستخدمها هتعمل translate هيبتدي انه هو يترجملك باللغة العربية الدوكيمنت بتاعك دي حاجة من الحاجات اللي ممكن تستخدمها بشكل مجاني ولكن محدودة داخل الدك هنا انت هتعمل open doc هيسيب لك original او الاصلي اللي باللغة الانجليزية وحيفتح لك واحد تم ترجمته الى اللغة اللي انت طلبتها ومنوع التون اللي انت عايزه طبعا ما تنساش تروح تقف كده عليه وتبتدي تعمل بقى ايه تزبط الاتجاه والبولتس والحاجات دي كلها الخاصة بالكتابة بتاعتك يعني دي بقى حاجات تصبيطات احنا مش هنتطرق لديها في عندك كمان الترانسفورم ولكن ده موجود في البرو بيقولك يعني انت قدر تجربه وفعلا اي حد ممكن يخش يجرب تلاتين يوم ويرجع يلغي تاني لو انت عايز تجرب مثلا ومعجبكش ولكن هنا عملية دي حتتم فين العملية دي حتتم في البرو ماينفعش تتعامل في المجان برضو من الحاجات الموجودة الحلوة جدا ودي موجودة في البرو برضو ان انت تحول لبريزنتيشن حول الدوك دي لبريزنتيشن زي ما قلتلك ده موجود في المدفوة بس ايه يعني عاطتك كده نبذة سريعة طيب بعد ما وصلنا الحد هنا ايه بقى الحاجة المهمة اللي لازم نوص عليها وهي الشير لو رحت للشير تقدر ان انت طبعا public view link تعمل link للدوك بتاعك تcreate public view link اي حد باللينك ده يشوفه ممكن كمان ان انت تروح تاني للشير وعندك save to folder تعمله save لfolder عندك وعندك download ودي الحتة اللي تهمني انت هنا تقدر لانت تعمله download كBDF standard وتشاركه وده اللي انا بفضله او document لو هتبعته كمان بالايميل لو انت حتطبع بقى بتادي تختار انت حتطبع على A4 او S3 فبتختار size بتاعة الpaper اللي انت حتطبع عليها او على letter او على legal legal ده اللي هو legal document اللي هي مثلا العقود الحاجات دي كلها فعلى حسب انت حتطبع لانه ورقة 3 legal بيكون لها ابعاد معينة مختلفة شوية عن A4 والA3 فلازم برضو تكون عارف تقريبا 8.5 في 14 انش حاجة زي كده والعادية تبقى 8.5 في 11 انش اللي هي size العادية ولكن يعني انا مش بيصدد اللي انا مش حفظة للحاجات دي ولكن لازم تبقى عارف انت حتطبع لو حتطبع يبقى لازم تختار size المناسب للورقة اللي انت حتطبع عليها يعني عشان الحاجة تطلع صح مظبوطة على الورقة اللي انت حتطبعها ده بالنسبة لي دوك النهاردة كده بشكل سريع زي ما قلت لك من شوية قد يكون الموضوع ممل بعض ولكنه مهم للبعض الاخر فكال لازم ان احنا نذكره اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد زي ما بقول لكم في نهاية كل فيديو متنسوش تعملوا سابسكرايب لقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ولو كنتم متابعين الاعزاء متنساش اللايك وشيغو الكمنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته